دخلت معركة الأمعاء الخاوية أو الماء والملح يومها الخامسة والعشرين حيث ينفذ 1700 أسير فلسطيني إضراباً عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وسياسة العزل الانفرادي وإنهاء منع زيارات العائلات وعدم انتظامها وإنهاء سياسة الإهمال الطبي وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة لكن على الرغم من أن الأسرة يواجهون أوضاع صحية خطيرة مثل الجفاف الشديد وانخفاض في ضغط الدم والطراب في عمل القلب وعدم القدرة على الحركة نتيجة محاولة إدارة مصلحة السجون إجهاد هذا الإضراب بطرق لا إنسانية عدة إلا أن إرادة الأسرة لم تضعف وهذا ما أكدته زوجة الأسير الفلسطيني القيادي مروان البرغوثي في حديث خاص للجديد عبر برنامج الحدث حيث شددت على أن هذه المعركة هي لإعادة تصويب البوصلة في القضية الفلسطينية وقامت إسرائيل بتسييس هذا الموضوع والأساس كله من أجل إنها تستفرد بالأسرة معتمدة على الوضع العالمي اللي يهمش القضية الفلسطينية وعلى الوضع العربي اللي في خلافات مستمرة وسراعات مستمرة والوضع الفلسطيني اللي في حالة انقسام واستفردت بالأسرة ولكن هم في هذه المعركة أرادوا أن يقولوا أنهم هم من سيصوبوا البوصلة الوطنية للشعب الفلسطيني وهم من سيصنعوا مرة أخرى الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني بأن يلتف خلفهم كل شعبنا وأمتنا وهم من صاغوا وثيقة الأسرة للوفاك الوطني ويزور وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسير ماروان البرغوثي في وقت لاحق بعد منع إدارة مصلحة سجون الاحتلال المحامين واللجان الدولية من زيارته منذ بدء إضرابه بتاريخ 17 من نيسان الماضي